قدم رئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا الصديقة وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق وأكد الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتصق مع تاريخ البلدين العريق وحاضرتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعا